طيب هنروح لمنتخب مصري لكرة السلة اللي عنده يعني يمكن النهاردة حلقتنا مع منتخب مصري كرة السلة كراسي المتحركة يبقى فال حسن ان شاء الله على فريق كرة السلة للرجال اللي بياخود تصفيات المنديال الشرسة في السنغال معها تلت فرق في المجموعة فرق جمدة الحقيقة اول مباراة يكون مع السنغال التانية مع كينيا التالتة مع كونغو الديمقراطية التالت مباريات وراء بعض ده المدير الفني طبعا الكندي الجنسية واللي تولى يعني منتخب مصري أو مسؤولية تدريب منتخب مصري أو قيادة منتخب مصري منذ شهر المنتخب عنده بعض الإصابات يعني زي ما حددتكم كنت تتبعته عندنا طبعا عمر عزب يمكن نادي الأهلي هو صاحب النصيب الأكبر من الإصابات عبدالله ناصر وعمر عزب وسيف سمير التلت لعبين الحقيقة هم النصيب الأكبر من الإصابات ما قدروش يروح مع منتخب مصر منتخب مصر راحب 14 لعب عمل مطش ودي مع رواندا مبارح للأسا خسرنا حصلنا فرق 7 أو 8 بنتو لكن ده مش مقياس لأن رواندا بتلعب في الويندو التاني أو مجموعة احنا مش هنروح لها خالص ومش هنشوف رواندا خالص في تصفيات كأس العالم طب رواندا كانت بتعمل ايه هناك؟ رواندا رايحة مع مجموعتها بتلعب تصفياتها لأن على نفس الملعب يتلاقي بمجموعتين في تصفيات كأس العالم مباراة السنغال مباراة قوية جدا والسنغال اخترت منتخب مصر في البداية السنغال خدت منتخب مصر كان المنتخب اللي بتبتدي به وده احتراما لمنتخب مصر والحقيقة ده حصل معنا كتير لما كنا من روح قوات كتير اللي لعب بتلعب أفريقيا كان المنتخبات الأفريقية والعربية أيضا كانت بتطلب تلعب منتخب مصر في البداية ليه؟ بيبقى مريح منتخب مصر ليه سمعة كبيرة جدا جدا يعني يمكن مفوزناش من أفريقيا في سنين ولكن منتخب مصر ليه سمعة قوية وعندنا دوري قوي وعندنا مجموعة من اللاعبين الأصحاب المستوى الرفيع في الحالة دي المنتخبات بتاخدها كنت الأول فمنتخب مصر هيلعب منتخب السنغال الأول وبعد كده هللعب زي ما قلت لحضركم كينيا كينيا الحقيقة عاملة مستوى جيد وهي ترتيبها في زون 5 معنا ترتيب الأحسن منها وكونغو الدموقراطية احنا مطالب مننا نفوز بتلات مطشاط طبعا نفوزنا بتلات مطشاط هتبقى حاجة جميلة جدا 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 ونبقى ريحنا نفسنا الفترة اللي جاي ولكن على الأقل ما نخسرش أكتر من المباراة يعني نفوز بممورايتين في الحالة دي هنبدل في المنافسة لا قدر الله لا قدر الله خسرت مبارايتين أو تلاتة الأمور بتتصعب جدا لأنت تلعب ويندو تانية وغالبا هتبقى الويندو دي الأخبار جاينا بتحدي أفريقي هتكون في تونس هتكون في تونس يا إما روان يعني للأسف انت مش قادر تجيبها منت السنة اللي فاتت تصفيات مش السنة اللي فاتت من أربع سنوات كان عندك ويندو للأسف القاهرة وخسرنا منكونغو الدموقراطية هنا في ملعبنا فإذا الموضوع صعب فمهم جدا الحاجة اللي بصعب الدنيا كمان إن انت بتلعب السنغال اللي احنا هلعبها في كرة القدم أيضا في تصفيات كاس العلي خلي بالكم فيه كتير مش واخدين بالهم من هذا الموضوع حتى كمان شهر بالزبط هلعب السنغال كرة القدم هنا أو المباراة والمباراة التانية بعدها بأربع تيام في دكار فإذا نفس الموضوع بيتكرر دلوقتي وهتبقى بروفة حتى للسنغال هناك وجماهرها إنهم ما شايفين منتخب مصر قدامهم فهيبقى فيه طبعا حماس شديد يمكن إحنا السنغال من المنتخبات اللي يعني إيه اللي دايما بيبقى يعني المباراة بتتسم بالقوة الجسمانية الحقيقة فالسنغال هنا هيبقى ديه بروفة تلاقي جماهير السنغال رايح ومعن دوم صالة عظيمة جدا الحقيقة بدكار يعني صالة جميلة أنا شفت الصور الحقيقة صالة حلوة بركيه وصالة مجهزة بأحدث التجهيزات وغرف اللبس ممتازة فإذا المباراة هنا هتبقى مباراة صعبة لأنه هي بروفة لكرة القدم نتمنى كل التوفيق إن شاء الله يبقى فعل حسن بإذن الله